بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلاب الصف الثاني الاعدادي اهلا وسهلا بكم معكم مستر عمري مادين ان شاء الله في الفيديوهات دي هنحل اللي هي اختبارات على اللي هو عندي او اللي انا مقسم اللي هو اسئلة درس على اربع اختبارات بحيث ان احنا ان شاء الله نغطي بها كل اجزاء الدرس والاسئلة من المستوى البسيط للمتوسط اللي هو المستوى المتقدم ان شاء الله يلا بينا نحل بهم ونحلهم مع بعض عشان تبقوا جاهزين اللي هو ان شاء الله الاختبارات بإذن الله هنا لسون 1 بارت 1 بيقول لرية سينتيفك ترم فور اتوالي طبعا دي اللي هي كتسمها energy sub-levels اللي هي تحت مستويات الطاقة دي كانت من الاساسات اللي هي او principles اللي ترتب على اساسها العناصر في المودرن بريوديك تابل هنا بيقول لي ascending order of the elements according to their atomic weights ده اللي هو مندليف بريوديك تابل اللي هو الجدول الدوري لمندليف the rays that mostly used in his style اللي هو استخدم تقنية اشعة x x-rays the horizontal row اللي هي الصفوف الافقية in مندليف بريوديك تابل دي كانت اسمها periods اللي هي الدارة the book in which مندليف had explained his periodic table ده اللي هو كان اسمه principles of chemistry اللي هي مبادئ او اساسيات في علم الكيمياء تمام؟ تبقى ده اجابة اللي هو السؤال الاول بالنقاط بتاعته هنا بيقول لي complete the following statements number one mostly added not group which includes not gases طبعا هو حط zero group اللي هي كان فيها الانرت او النوبلجازم من believe left not in his table طبعا left gaps او vacances or empty cells كلهم بنفس المعنى اللي هي خلايا فارغة give reason predicting the discovery of new elements لان الراجل ده كان متوقع اكتشاف عناصر جديدة the tools scientists خلي بالنام السؤال ده نقط اند نقط made modification in مندليف table طبعا مندليف اقدم جدول اللي جي بعده اللي هو العالم موزلي هل ريزورفورد؟ لا وبعد كده كمان بور لان باكتشافه للمين انيرجي ليبل العلماء بعد كده اكتشفوا الانيرجي سب ليبل وعملوا المودرن بريودكتيب هنا بيقول لي made leave had to put more than one element in one single cell زي مين ال iron والكوبالت والنيكل طبعا لو احنا نفتكر من الشرح ان دول التلت عناصر اللي كانوا عملوا disadvantageous او عيوب في الجدول بتاع مندليف السؤال هنا بيقول لي give reason لماذا العلماء كانوا بدأوا يحاولوا انهم تصنيف العناصر على حسب الخصائص بتاعها ده اول سؤال give reason في المنهج قال لي to facilitate or ease zero study عشان تسهل دراستها ثاني حاجة to find relationship between elements and zero chemical and physical properties يحاول يشوفوا اللي بيخلي بعض العناصر متشابهة في physical او chemical properties مع بعضها وطبعا بتعرفنا بالوقت اللي هو الاتوميك نمبر لما اكتشف الاتوميك نمبر وبعد كده مدلي رتب العناصر على اساس الاتوميك نمبر هو these achievements are attributed يعني لما تنسب الانجازات الاتئة discovered that the nucleus of the atom contain proteins اللي هو اكتشف ان النواية بتاع الزره فيها بروتونس طبعا ده العالم اللي اسمه دانيال رازرفورد اللي هو كمان كان مكتشف غاز نيترجن specified a place blue the table for lanthanides and actinides ده العالم اللي هو موزلي تمام بعد كده بيقول لي discover the main energy level ده اللي هو bore تمام corrected or accurate the atomic weights of some elements دابعا ده من دليف اللي هو العالم من دليف تمام على الشيء اللي اسمه مش مضبط تمام المهم هنا بيقولي choose the odd symbol or the right scientific term هنشيل الرمز الغريب بره ونكتب كي اف ال او طبعا كي ال ام ان او بي كيو طبعا ال اف ده مش معنا هنشيل بره البقيين اسمهم main energy levels اللي هي مستويات الطاقة الرئيسية حل sbdf انا عندي sp يبقى ال b ده مختلف ودي اسمها energy sub levels اللي هي تحت مستويات الطاقة مش المين energy levels choose the correct answer the number of energy levels in the heaviest atom is not level طبعا اقصى عدد من مستويات الطاقة الاساسية اللي هو 7 clm pq mind leave how to deal with isotopes of as طبعا اللي هي difference element لان الايزوتوب هما بيكون عندهم نفس الاتomic number تمام لكن مختلفين في mass number وده معناه ان اللي هي neutrons بتزيد لان هنا لما تقول two minus one يبقى انا عندي one neutron وهنا three minus one يبقى انا عندي two neutrons وطبعا بالنسبة ل mind leave كده الاتوميكويت تغير فما يعتبروش نفس العنصر mind leave made a disturbance in the ascending order of the atomic weight of some elements to put them in نقطة that suit their properties عشان طبعا يحطوهم في group زم احنا اتفقنا اللي هو iron وكوبلت وينيكل كانوا فيهم مشكلة فراح حطتهم بالترتيب معين عشان يبقى في ثابتلتي مع elements نفس group تمام هنا بيقول لي اول حاجة ان انا عندي اليسيوم بريليم بورونكاليسيوم المهمة ببص على الارقام 7 9.4 11 12 13 16 وهلاقي فيه قصور عندي وده ما ينفعش يبقى هنا ده مترتب على اساس الاتوميكويت مش الاتوميكويت لسببين اول حاجة ان الاتوميكويت بتكون الاتوميكويت بتكون الاتوميكويت او اللي هو رقم صحيح وبتزيد عن العنصر اللي قبلها بمقدار واحدين بعدها 8 9 10 11 هل ده حاصل هنا؟ لا مش حاصل تمام؟ يبقى هنا السببين ان هنا ده مترتب على اساس الاتوميكويت لان فيه هنا ارقام غير مش مشيش كويس او يعني مش بتزيد زيادة منتظمة اللي هي هو كل مرة اللي كان بيرتب على الاتوميكويت طبعا هو ميندليف بريوديك تيبل اللي هو الجدول الدوري ميندليف مش موزلي لان موزلي كان بيرتب على اساس الاتوميكويت بحيث ان كل المنت يزيل على الاتوميكويت ومقدار اللي هو ودعمي الظاهر قدامي ان شاء الله لست عندي اللي هو بارت 2 بارت 3 بارت 4 وكلها اسئلة جميلة وقلت فيها كل المستويات ان شاء الله تعالى عم تان بإذن الله نحل كل من تستفيه فيديو الواحده وعشان لما تحبوا تذكروا يبقى مفيش حامل عليكم ان شاء الله اتمنى اكونوا اصفادوا من الفيديو واتمنى ادعوكم اصدقائكم لكم مشاركة في القناة والاستفادة بمحتوىها واخيرا نسئلكم دائما ادعاء الوالد والجميع من التنسي من برحمن الخفرة شكرا لكم كان معكم استر عمري مدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته